اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من بلد لبلد يعمل معجزات ويعلم الناس وبحبه قوي وبعدين جوم اليهود الاشرار عملوا كده حاجة وحشة سلموا البلاطوس وبلاطوس حكم عليه بالصليب وانا كنت زعلانة جدا وبعيط ومسكة ايد ماما العدرة وقاعدين نعيط زي بعض عشان ياسوع بيتسلم بسهوه كان قايل لنا انه هيقوم من الموت وانا ما كنتش فاهمة يعني ايه يقوم من الموت احنا برضو مش فاهمين انت فرحانة ليه اقولكو بقى انا ملحقتش احط الاطياب اللي هي الريحة الحلوة على جسمه عشان هينام في القبر ملحقناش عشان كان يوم السبت دخل علينا عادنا مستنيين السبت يخلص رحنا اشترينا الحاجات اللي ريحتها حلوة قوي ورحت انا ومريم مامته ومريم التانية اختها رحنا بادري قوي عشان نشوفه وبعدين واحنا رايحين عند القبر لقينا باب القبر مفتوح وفي ملايكة بيقولولنا ده عام انا رجعت فرحانة بقول للتلاميذ على فكرة يسوع عام هلقول انت مجنونة ولا ايه انت بطلخبطي انت بيتهيقلك بطرس ويحان قاموا جاري يشوفوا القبر ايه اخبار احنا برضو مش فاهمين انت فرحانة ليه اقولكو لما قالولي انت متلخبطة ومش فاهمة وبيتهيقلك انا ما كنت شوفت يسوع انا شوفت ملايكة بس رجعت تاني عند القبر وعدت عيط لاني زعلانة انه يسوع مش في القبر لقيت حد جي من ورايا كده بيقولي انت بتعيطي ليه انا الصد عرفاه وبعدين قلت له بص بقى لو انت كنت خدت يسوع قولي حطيته فين انا هروح اخته فقال لي يا ماريا بصيت كويس لقيته يسوع نفسه وكان واقف مش ناين فرحت بيه قوي وجريت عليه وسجدت عند رجليه قال لي يلا روحي بقى وللكل اخواتي يعني التلاميذ ان انا هروح السماء الحق اقوده معايا شوية لاني هصعد للسماء عشان كده انا فرحانة انا رحت قلت للتلاميذ صدقوني يا سعقام هم كمان شافوه في العلية في نفس اليوم ورايح اقول لكل الناس في كل مكان المسيح قام بالحقيقة قام اشتركوا في القناة